وزير الداخلية النمساوي المساعدات الاجتماعية تبدأ بعد خمس سنوات وقال لك خلاص مفيش لم شمل تاني في الصياق نفسه جلسة استثنائية في برلمان فينا لملاقشة الحد الأدنى للضمار الاجتماعي بسبب حالة العائلة السورية اللي قلبت كل الموازين وخلت موضوع اللاجئين على طاولة الانتخابات على طاولة الانتخابات كل حزب من الأحزاب السياسية المشاركة في موضوع الانتخابات النمساوية قرأتك للخبرين ويمكن الموضوع تحول من مجرد عملية اقتراحات من وزير الداخلية أن يعقد جلسة استثنائية في البرلمان لمنائشة الموضوع يعني بصراحة عن هذا وزير الداخلية موضوع ما يطالب به السيد وزير الداخلية جرهات كارنر طبعا يوجد مؤتمر صحفي نحن قمنا بترجمته وتقديمه للمشاهد حتى فعليا يكون عنده اطلاع كامل وكما يقال من فم سيد وزير الداخلية ومن كان معه في المؤتمر الصحفي أن موضوع المساعدات الاجتماعية ستكون بعد خمس سنوات يريد أن يجعل من النمسا بصراحة كما يقال يعني غير مرغوبة أو غير مرغوب بها بالأحرى لطالبي اللجوء فبالتالي بيحاولوا يصعبوا يصعبوا أو بالأحرى يخليه نقول يعني لا تكون مرغوبة يعني ما في مساعدات اشتماعية بعد خمس سنوات موضوع لم يشمل اللي هو فعليا تراجع بشكل كتير كبير من خلال إجراءات اختبارات الدي انا فبالتالي وإن كان لم يحصلوا حتى على مجرد خمسين في المية نعم ده الهدف بتعمل وإنه يعملوا تقريبا خلص خمستاش في المية من الأشخاص اللي عندهم لم شمل طالبوا منهم أنه يجيبوا هذا الفخص طبعا البرلمان فيينا عمل جلسة استثنائية يعني كانت فيها كل الأحزاب بناء على طلب من الـ FBO حزب الحرية وقالوا أنه بدنا أن يكون المساعدات الاجتماعية فقط للنمساوي وليس لأي أحد آخر طبعا فيه اتهام طبعا نعم من الحزب الاشتراكي قال أنه يعني حزب الحرية بيحاول يقسم الناس ودافع عن نظام المساعدات الاجتماعي في فيينا بيقول نحن نقدم مساعدة الإنسانية بكرامة واحترام ونساعد الناس حيث ما كانوا بحاجة وأضاف لا نحتاج إلى النصائح على مستوى الاتحادي يجب أن نتوصل الأقالي إلى توافق يعني قال الـ SBO بكل بساطة في حال هذا التوافق الانتخابي اللي كنا عم نحكي فيه في حال صار توافق على مستوى النمسا بموضوع المساعدات الاجتماعية يا أهلا ويا سهلا بنعمل إعادة جدولة لموضوع المساعدات الاجتماعية على المستوى الاتحادي وليس على فيينا فقط يعني هلا مثلا بالنمسا السفلة المساعدات الاجتماعية منخفضة بالنمسا العليا المساعدات منخفضة بعدة مقاطعات متفاوتة بقول لك بنا نعمل توافق اتحادي لما بيصير هذا الشيء فما بتعود فيينا فقط مرغوبة للاجئين بيصيروا بتوزعوا على كافة تراب النمسا وهذا الشيء بيأدي للتخفيف من حدة يعني ووطأة يعني الهجمة على فيينا نعم فبالتالي فبالتالي هي حالة انتخابية أنا برأيي وهذا عنوان عريض لما كما قلنا سابقا في خرائتنا الخراءات السابقة أن قطعا وضع المساعدات الاجتماعية سيتغير بعد الانتخاب ده مليون في المئة وأعتقد أنه يكون هناك قراءة مش قانون على مستوى البرلمان حتى يصبح خاص على مستوى النيمسا فلاسي بيكون عن طريق البرلمان بخمسمائة دولار يمكن الحصول على جواز سفر سوري باسم أوباما ويقصد طبعا الرئيس باراك أوباما يعني أعتقد هذا الخبر ليه يقصد باراك أوباما هو هذا الخبر جدلا يعني لن نعلق كثيرا عليه هو بصراحة الموضوع أن التزوير في سوريا سهل جدا ومن الممكن جدا إخراج جواز سفر للرئيس السابق باراك أوباما بس هو ليه يختار باراك أوباما يعني هو جابه الاسم إجا هيكي إجا معه يعني أنه 500 دولار بتقدر طلعه وبتشوه وبتغير بتغير مواليده وبتقدر تعمل أنه هاي الإجراءات وهاي الحالة هاي الحالة اللي هي أدت أو قالت أنه من السهل جدا التزوير في سوريا فكان لابد من تشديد إجراءات لم الشمل واللي هي فعليا ضمن الخبر والتقرير نعم وموضوع الحمد النووي والتحليلات اللي هي